إلى عدن وصل المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي لندر كينغ ليبحث مع وزير الخارجي اليمني أحمد عواظ بن مبارك الأوضاع في محافظة مأرب وجهود إنهاء الحرب وتحقيق السلام باليمن تبرز أهمية محافظة مأرب باعتبارها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيس لوزارة الدفاع إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز الأمر الذي يجعل معركتها مفصلية بين قوات الجيش التابعة للحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي وستشكل نتائجها ولا شك تغييرا حاسما في موازين القوى وشكل المعادلة السياسية الحالية في البلاد بالتزامن مع ذلك وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندنبارك إلى مدينة تعز غربي البلاد في أول زيارة لمبعوث أممي إلى المدينة منذ سبع سنوات وفي سياق متصل دعت السلطات اليمنية الأمم المتحدة إلى التدخل لإعادة فتح الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة تعز والمغلقة منذ سنوات فيما ينتظر الساكنة المحافظة نتائج مثمرة لزيارة المبعوث الأممي ويبدو أن التقدم السريع للحوثيين على عدة جباهات عجل بالزيارات الأممية لليمن زيارات تدعمها مطالب دولية لم تفلح على كثرتها في إيقاف الحرب المستمرة في البلاد منذ سنوات